خلونا نكتب كلمات لها علاقة بالهدف ولها علاقة بالتعريف بشكل عام هناك شيء اسمه قائد نموذجي وهناك شيء اسمه قائد سيء وبعينهما مئات بل آلاف الدرجات من القادة من الأخطاء العلمية الكبيرة اليوم المنتشرة أن يدرس فقط القائد النموذجي واذا تريدوا مرجع ممتاز في هذا أيضا لباربرا كيلر كتاب رائع اسمه باد ليدرشيب القيادة السيئة وعلى فكرة اللي فيكم يبحث عن بحث للدكتوراه فعطيتكم عنوانين حتى الأهن بحث في الأتباع وبحث في القائد السيئ واذا تريدوا بحث ثالث هناك الآن إشارات بداية لسه طبعا هذول البحثين ما رح يتعبوكم لأنه بدت فيها مراجع لكن للبحث الثالث حيتعبكم لأنه ما فيه مراجع وهو الآن إشارات علمية كنت ألمحها منذ زمن الآن بدأوا يكتبوا فيها وهي أثر التابع الأول أثر التابع الأول قد يأتي قائد ويكون له تميز في الفكر والقدرات لن يظهر أثره ولن تتغير مجريات الأمور حتى يتبعه شخص واحد عندما يتبع الشخص الأول عندها تجري الأمور بسرعة مدام هو يحاول أن يحرك الأمور وحده ليس لها قيمة إلى أن يأتي التابع الأول فالتابع الأول له أثر جبار نقل نوعية انظروا هذا في السيرة النبوية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأول من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من خارج بيته كل الذين أسلموا كانوا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة رضي الله عنها بنات النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة كان يسمى زيد بن محمد كان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في بيته لما أسلم أبو بكر من الذي أسلم على يده عثمان عبد الرحمن بن عوف وطلح بن عبيد الله والزبير ابن العوام وابو عبيدة عامر ابن الجراح خمسة من العشرة الذين بشروا بالجنة ما اسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم اسلموا على يد التابع الاول فهذا بحث دكتوراه اخر فكروا فيه طيب نرجع للهدف او خلينا نتكلم شوية عن مفهوم القائد السيئ اذا تريد تكتبوا بحث بالدكتوراه اعطيكم عناصر الرئيسية القادة السيئين ثلاث انواع وليس نوعا واحدا او ثلاث عناصر تحدد القائد السيئ القائد الذي اهدافه سيئ هذا قائد سيئ اذا النوع الاول من القادة السيئين اللي اهدافه سيئ النوع الثاني اللي اخلاقه سيئ فيستسيغ الرشوة والسرقة والمال العام وغيرها يمكن حتى من المفاسد نوع الثالث من القادة السيئين قد يكون اهدافه جيده واخلاقه جيده ومع ذلك يكون قائد سيئ وهو الشخص غير الكفؤ عندما يقود اللي ما عنده كفاءة عندما يقود ايضا قائد سيئ والناس مشكله تقبله لانه اهدافه جميله اخلاقه جميله ويمكن يحسن فن الغطابة فيتبعه الناس بينما هو قائد سيئ لانه كفاءة ضعيفة وساتحدث عن هذا بعمق بعد قليل اذا كانت هذه المقدمة الاولى ولاحظت اهميتها تأصيل لكل الموضوع وبناء عليها سأحدثكم هل القيادة فطرية ولا مكتسبة طيب اذا كانت مكتسبة كيف نربيهم على القيادة كيف ندربهم على القيادة سنتحدث بعد ذلك عن الادوات التي نستعملها في صنع القادة كل هذا جزء من الحديث الذي سأحدثكم عنه ان شاء الله ننتقل الى التعريق الجزء الثاني وهو هل القيادة فطرية ولا مكتسبة ولا تنتقل لما قل لك لو سمحت نعم هل تكسط بالقائد السيئ هو القائد المتسلط لانه القيادة هي ايضا جزء من صفات القائد ان يكون قدوة لكن في قائد متسلط القائد السيئ ثمانية انواع القائد السيئ ثمانية انواع من القادة السيئين واحد منهم هو القائد المتسلط فكلامك صحيح بس عن احد عناصر القائد السيئ طيب هل القيادة فطرية ولا مكتسبة هذا الشكل يلخص لكم اجابتي على هذا السؤال وبدون ما ادخلكم في الاكاديميات والادلة اللي فيكم مهتمي راسلني ارسلكم الادلة العلمية على كل هذه التفاصيل قسمت الناس بهذا التقسيم الى ثلاث انواع رئيسية وهم ليسوا ثلاثة فقط هم اكثر ساشير الى الفرق بعد قليل نوع الاول هم اللي مولودين بالفطرة قادة هناك من العلماء الغربيين من انكر وجود قائد بالفطرة هناك من ينكره ما في شيء اسمه قائد بالفطرة لكن العلم الحديث والتاريخ يثبت ان هناك قائد بالفطرة بل اكثر من هذا انظروا الاطفال لما يلعبوا ستجدوا منهم واحد يقودهم هذا من درسه القيادة فهذا ايضا قيادة بالفطرة وجاءت الادلة الشرعية تثبت وجود قائد بالفطرة فهناك اناس مولودين قادة خلفاء الراشدين رضي الله عنهم الحسن والحسين عليهم والسلام سيدة خديجة سيدة فاطمة خالد بن الوليد عبر بن العاصة كلهم قادة بالفطرة يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سيدنا عمر بن العاصة رضي الله عنه لا ينبغي لابي عبد الله ان يمشي على الارض الا اميراه اصلا ما يستطيع لو حاول ما يكون قائد ما يقدر وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه كثير من الناس لا يعرف ان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه عزل مرتين وليس مرة واحدة ولم يؤزل مرة واحدة هو عزل مرتين المرة الاولى لما تولى سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة فعزله عن قيادة ديوش الشام وامر عليها امين الامة ابا عبيدة عامر ابا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه ابو عبيدة قائد فذ ويعرف ان في القضية العسكرية احد اتباعه لهو خالد بن وليد اشطر منه وهذه شطارة القائد لما يكتشف ان انا والله عندي هذا اشطر مني في التسويق فلما اختلف انا وياه في قضية في التسويق امشي قراره لانا يفهم ويحسنها اكثر مني وهذا القائد اللي يشتغل عندي او هذا التابع اللي يشتغل عندي يدير الادارة المالية اشطر مني في هذا القائد الفذ هذا هو اللي يجيب حواليه قادة يقود قادة ما يقود اتباع ويأتي باناس في مجالهم اشطر منه هو في القيادة العامة يمكن اشطر منهم هذه القيادة الفذة وذلك نرجع فابو عبيدة رضي الله عنه يعرف ان في الجانب العسكري من مثل خالد فصدر قرار غريب جدا ان خالد بن وليد بعدما عزله عمر جعله ابو عبيدة في مجلس شورى الحرب الذي يقود المعارك واذا اختلف مجلس الشورى على امر فالقرار ما يراه خالد حتى لو خالفه الجميع قرار غريب بس يعرف يعرف العبقرية الفذة لخالد وفعلا تم هذا وفعلا بدت الانتصارات توالى فعمليا لم يعزل خالد خالد طبعا فهمها ان ابو عبيدة التف على القرار قرار عمر فهو شكليا عزل خالد لكن عمليا تركه في القيادة وعلى فكرة هذه اليوم من قوانين القيادة القائد الذي يلتزم باللوائح مدير وليس قائد ما في قائد فعال تربطه وتجمده اللوائح والنظم والقرارات هذا على فكرة هذا ليس كلامي هذا في العلم ها في العلم الغربي سأعطيكم مرجع في هذا قانون من قوانين القيادة القائد لا تقيده اللوائح وأعطيكم سر بس لا تقولوا اني قلت لكم الحصول على العفو أسهل من الحصول على الإذن فإذا في مسألة فيها شك مسموح تعملوها ولا ما هو مسموح اسمعوا لا تستأذنوا أعملوها واذا قال لكم ليش عملتوها أقول والله أسفين يقول لا تعيدها مرة ثانية ان شاء الله لأن الحصول على العفو أسهل من الحصول على الإذن والله ما قاعد أمزح أنا قاعد أدرسكم أعماق العلم اللي فيه أبحاث في الغرب أن القائد لا تقيده اللوائح المدير هو الذي تقيد اللوائح فعزل عمر عزل أبو عبيدة لكن ظل يقود طبعا عفو خالد فظل يقود بعدين زودها خالد رضي الله عنه فصار يصدر قرارات بدون ما يرجع لمجلس الشورى بعدين زودها حيل فأخذ جزء من الجيش وهجم به على إحدى قرى الروم وفتحها بدون ما يستأذن أبو عبيدة فقال أبو عبيدة كلمة الشهيرة أمر خالد نفسه طبعا عمر بالخطاب رضي الله عنه كان عند بالإضافة للتقارير اللي تأتي من قيادة الجيش كان عند عيون يأتوه بالأخبار فأخبروه ماذا فعل خالد أخذ جزء من الجيش وهجم بدون ما يرجع للقيادة فقال سبحان الله نفس الكلمة قال أمر خالد نفسه فأمر بعزلة ليس من قيادة الجيش وإنما من كل الجيش قال لا روح ارجع بلدك حمص اجلس فيها ولذلك مات على فراشه فهذه هي القصة وراها إذن هذا قائد بالفطرة قائد بالفطرة هناك واحد بالمئة من الناس بالفطرة قادة وهناك واحد بالمئة من الناس اسمعوا أتباع بالفطرة لا يستطيعوا على القيادة ولا يمكن تدريبهم على القيادة أعيد هؤلاء اليسار لا يمكن حتى أن ندربهم على القيادة ومن الأمثلة الشهيرة في ذلك سيدنا أبو ذر رضي الله عنه من مثل أبي ذر أبو ذر رضي الله عنه رمز من رموز الأمة في مجالات كثيرة كثيرة وليس مجال واحد فهو رمز للزهد في الدنيا وهو رمز للصدق يقول صلى الله عليه وسلم عنه ما أقلت الغبراء يعني الأرض ولا أضلت الخضراء يعني السماء أصدق ذي لهجة من أبي ذر أصدق من مشى على الأرض أبو ذر رضي الله عنه من أوائل من أسلم حتى في بعض الروايات أنه خامس الرجال إسلاما أبو ذر رضي الله عنه يقول عنه سيدنا علي رضي الله عنه يقول أبو ذر وعاء امتلأ علما إذن نحن نتحدث عن شخص عالم أصيل قديم في الحركة الإسلامية كما يقولون صاحب صفات أخلاقية لا تجارة ومع ذلك لا يصلح للقيادة هذا سيجرنا إلى مقدمة ثالثة لكن استنأتيها بعد قليل أبو ذر رضي الله عنه لم يقود في حياته أبدا لم يتولى إمارة جيش ولا إمارة مدينة ولا قرية بل حتى لجنة جمع زكاة ما تولاها حاول مرة واحدة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولني يعني أنت قاعد تتوزع الإمارة على الناس إلا أنا ما سلمتني ولا إمارة هل كان يريد الدنيا من مثل أبو ذر في الزهد هو يريد أن يخدم فكان الرد النبوي حاسم يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف لا تولين على اثنين يعني إذا أنت موجود معك شخص آخر هو الأمير وليس أنت هذا لا يقلل من فضل أبي ذر ليش كل النص يصبحوا قادة في ناس قادة في ناس علماء وغيرها من الصفات فإذن في عباد في علماء في قادة وكما يقول سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما جاءته رسالة من العابد العظيم الفضيل بن عياض رحمه الله فقال له يا إمام هذا العابد الآن ينصح العالم الإمام مالك قال يا إمام أراك انشغلت بتعليم الناس عن التفرغ للعبادة فلو تفرغت للعبادة كان خيرا لك لكن هذا أي عابد وليس عالم فكان الرد حاسم من أعظم علماء الأمة في زمانه وفي زماننا إمام مالك رحمه الله تعالى يرد برد عجيب قال يا إمام إن الله وزع الأرزاق والأرزاق ليست الأموال فقط فمنهم من حبب الله له العبادة ومنهم من حبب له الصدقة ومنهم من حبب له الجهاد ومنهم من حبب له العلم وكل ميسر لما خلق له يا سلام يا سلام الكل حيصيروا سياسيين الكل حيكونوا عباد الكل حيكونوا علماء الله وزع الأرزاق شطار أن كل واحد يعرف قدراته وين ويكون رمز في مجاله طيب إذن هناك واحد بالمئة من الناس بالفطرة قادة هناك واحد بالمئة من الناس بالفطرة ليسوا قادة لكن أغلب الناس كما هو واضح هما في الوسط هؤلاء ليسوا قادة لكنهم يستطيعوا أن يتعلموها يستطيعوا أن يكتسبوها واذا انتبهتم أنا رأسي من رسمها بدقة أن معظم الناس فعلا بالوسط فهي ليست قمة يعني في ناس فقط في الوسط لا لا معظم الناس فعلا في الوسط لكن هناك من الوسط من يميل نحو القيادة بالفطرة وهناك من الوسط من يميل إلى أن يكون تابعا الشطارة لأي أمة أن تميز من هم الذين بالفطرة مستعدين للقيادة والقريبين منهم هذه ثروة أعظم من كل الثروات تخيلوا معي وفكروا من أعظم العبادات في ديننا دعوة الناس إلى الإسلام ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس طيب الآن سؤال كم عدد الناس كم عدد المسلمين في العالم كم عدد المسلمين في العالم ألف وثلاثمائة مليون ولا ألف وخمسمائة مليون ولا ألف وسبعمائة مليون ممكن تستعينوا بصديق الجواب ما يهم ما يفرق صح؟ يعني لو كانوا ألف وسبعمائة ولا ألف وثلاثمائة هل سيكون هناك أثر في الحياة؟ هل ستصبح الأمة أمة عظمة؟ هل سندخل في التنافس العالمي؟ انتم ملاحظين أن أربعمائة مليون الفرق في الحسابات ليس لهم أثر؟ طيب سؤال لو أضفنا لأمة الإسلام مائتين شخص قيادي يفهم دينه؟ يحسن القيادة؟ يفهم الحياة؟ و يقود في مجال معين هل سيفرق؟ إذن مائتين شخص من الذين نتحدث عنهم أفضل من أربعمائة مليون مسلم جديد عرفت الفرق؟ عرفت القيمة؟ فهذا الذي نتحدث عنهم فهذا سيجرنا إلى سؤال رئيسي من هم هؤلاء القادة بالفطرة؟ ما هي علاماتهم؟ أو القريبين منهم؟ ست علامات سأعود لها بعد قليل لكن قبل أن أعود لها أكمل في المقدمات اللي بعدها الفرق بين القيادة والإدارة باختصار سأعطيكم فرق سريع الآن ثم سأعطيكم فرق عميق لاحقاً القائد يركز على أمرين لازم تحفظوها عن غيب القائد يركز على المستقبل وعلى العلاقات لما نقول المستقبل اكتبوا حولها وجنبها أن خمس سنوات إلى الأمام على الأقل اللي يفكر في سنة وسنتين هذا مدير اللي يفكر في خمس سنوات أو أكثر فهذا قائد إذن هذا فرق رئيسي جدا فرق رئيسي أن القائد يفكر في المستقبل مستقبل ما نقعد نتكلم عن شهر وشهرين وسنة وسنتين نتكلم عن أقل شيء خمس سنوات طبعاً كل ما كانت قيادته لأعداد أكبر ولمهمة أخطر كل ما زادت المدة فالذي يريد أن يقود دولة لازم يكون عنده نظر إلى عشرين سنة على الأقل أعيد أن يريد أن يقود دولة لازم يحسن النظر إلى عشرين سنة إلى الأمام على الأقل الأمر الثاني أن القائد يركز على العلاقات الداخلية والخارجية داخل المنظمة وخارج المنظمة وليس أي علاقات وإنما العلاقات الرئيسية بينما المدير تركيزه على الإنجازات وعلى المدى القصير فيهم الشغل يمشي وينظر إلى شهر وشهرين وسنة إلى الأمام وذلك أنا عندي علامة غريبة جدا أستطيع أميز فيها في أي وزارة أي منظمة أي شركة أعرف من هو القائد والمدير من هذه العلامة اكتبوها واحفظوها القائد ما يداوم كل يوم اللي يداوم كل يوم هذا مدير تكلم جد والله تكلم جد فمرة كنت أدرس السادة وكلاء الوزارات فواحد من الوكالاء يسألني قال لي الدكتور ما يداوم كل يوم وين يروح قلت له ليس هذا هو السؤال لما يداوم كل يوم ايش يسوي راح يتابع حضوره غياب تابع مشكلة بين موظفين يتابع شحنة تأخرت تابع ترتيبات المعرض هذي ادارة هذي ليست قيادة طب ايش يعمل لما ما يداوم يعمل ثمانية اشياء سأعطيكم اياها بعد قليل مواء مرة ثانية هو علم مرتب انا ايش قلت لكم بالبداية هي موجود في اذهانكم دورنا ان نرتبها فقط فسأعطيكم لما ما يداوم كل يوم او يداوم ماذا يفعل فبالتأكيد ما يعمل الاشياء التقليدية البسيطة سيعمل امور القيادة وهي ثمانية سنعود لها بعد قليل طيب بينما المدير قلنا يركز على الانجازات على المدى القصير الان ننتقل الى المقدمة الرابعة وهي روابط يجب فكها واستعرضها بسرعة الامر الاول هو العلم الله يخليكم والله اسمعوا اسمعوا يعني بس شوي التنبيه هذه الصفحة التي راح نشرحها الان مع بعض والله الذي لا اله الا هو اذا طبقتوها بس هذه الصفحة ستتغير منظماتكم وزاراتكم تغيير جذري جذري خلونا نستعرضها مع بعض اولا لا تربطوا بين القيادة والعلم القيادة ليست ورق ليست شهادات يجيبها الانسان والله صار عنده ماجستير صار عنده دكتوراه اذا ولوه ايش علاقتها بالقيادة هذه هذه زادت علمه والقيادة قدره وليست علما مش كذا اتفقنا في البداية فالله يخليكم ما اترقوا انسان الى منصب قيادي لانه جاب شهادة ماجستيرا ودكتوراه ما لها علاقة ممكن واحد ما عنده شهادة يستطيع ان يقود الا عندهم شهادات وقد كان عندي احدى شركاتي كان عندي المدير العام يحمل الثانوية العامة فقط وهي يقود مجموعة من الدكاترة لا تربطوا شهادات تزيد علم الانسان بس ما تزيد قدرتها القيادية ما لها علاقة والدليل الشرعي في هذا ان سيدنا ابو ذر رضي الله عنه وعاء امتلى علما ما قلت لكم هذا الكلام مع ذلك لم يتولى بينما خالد بن الوليد رضي الله عنه كان ضعيف جدا 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 في العلم الشرعي الى درجة انه في الروايات هذه الثابتة انه كان بحكم كونر قائد للجيش هو الذي يصلي اماما بهم وكان يقرأ قصار السور ويخطئ وفي رواية انه كان يتردد في او يخطئ في قل يا ايها الكافرون لان فيها تكرار فيلخبط فيلتفت بعد الصلاة الى الناس ويقول شغلني جهاد عن القرآن اذا لا ترقوا ناس بسبب الشهادات فيجيني واحد يقول دكتور بس يا اخي هذا تعب واخذ شهادة يستحق فلوس زيادة اعطوا فلوس زيادة بس لا ترقوه قال يا دكتور بس ما يصير نفس المسمى اعطوه مسمى بس لا ترقوه سموه كبير الباحثين عرفتو مش لان اخذ شهادة يصير وكيل وزارة ولا وزير ما لا علاقة ما لها اي علاقة هي قدرة نفس الشي في الشركات فهذا الرابط الاول الرابط الثاني لا تربطوا بين القيادة والتقوى والله ما شاء الله صاحب دين وتقوى والله اختنا ما شاء الله لما تروح تصلي الظهر اثناء الدوام تقعد نص ساعة اصلا غلط تقعد نص ساعة صلي ببيتها في وقت الدوام هذا للدوام صلي الواجب معها سنة وخلصنا لما تطول هذا على حساب الفلوس اللي مفروض تحللها سئل الامام احمد بن حمد رحمه الله تعالى انغزو مع القوي الفاجر ام مع التقي الضعيف فرد رد جميل قال التقي الضعيف تقواه لنفسه وضعف على الناس والقوي الفاجر فجور على نفسه وقوة للناس قاتلوا مع القوي الفاجر هذا الكلام الامام احمد طبعا الاحسن من هذا وهذا هو القوي التقي بس هذا نادر انا عندي واحد من اصحابي يقول لي قصة مع الاعتذار المقدم لها يقول لما جيت الزوج هذه قصة حقيقية يقول جيت الزوج ما اعرف انا بنات فرحت حق امي قلت لها يما الله يخليك اختاري لي بنت ابي اتزوج قالت لها شنو شروطك قال لها ابي واحده حلوه و محترمه قالت لها ما يسير يا حلوه يا محترمه طبعا غلطانه هي فيه فيه حلوه و محترمه طبعا فيه قوي تقي بس نادر لا اذا وجد انتهينا والسؤال ليس في هذه الحالة السؤال اذا ما وجدنا ففي هذه الحالة لن نقدم الناس بسبب علمهم لن نقدم الناس بسبب تقواهم ما لها علاقة بالقيادة هذه ابو ذر بالاجماع بالاجماع اتقى من خالد مع ذلك خالد تولى و ابو ذر لم يتولى الحديث الشهير لا اعتسبوا اصحابي فوالله لو انفق احدكم ملء احد ذهبا ما بلغ مد احدهم والكفين او نصيفه نصف البد هذا الحديث موجه لمن فكرتم موجه لمن هو يقول هو قاعد يكلم واحد يكلم من يكلم خالد ابن الوليد لما تجرأ على عبد الرحمن ابن عوف فجاءه الحسب من النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فمن ناحية الفضل والتقوى ابو ذر و عبد الرحمن ابن عوف افضل من خالد ابن الوليد لكن بالقيادة هو اولى منهما اذا لا تربطوا الله يخليكم ما نربط هذا الرحمن نخلي الاسئلة بعدين بعدين بس اخلص هذا الامر الثالث هو لا تربطوا بين القيادة والاقدمية الله والله لو تطبق هذه المسألة اليوم في الوزارات ايضا حتى للأسف في الشركات يقدم الناس بسبب الاقدمية ايش علاقة الاقدمية بالقيادة ايش علاقتها اه خبرة زيادة سؤال هل فعلا الاقدمية تعطيك خبرة الناس تخلط خلط شديد بين الخبرة والخدمة الاقدمية تعطيك خدمة زيادة هذا ما تعطيك خبرة زيادة الخبرة تأتي من وين الخبرة تأتي من تراكم التعلم وتراكم الدروس فاذا واحد طبق واخذ خبرة سنة وبعدين اخذي كررها ثلاثين سنة هذا عندها خدمة ثلاثين سنة وليس خبرة ولولا الوقت كان دخلت معاكم بتفصيل اكثر في علامات الفرق بين الخدمة والخبرة لكن خلونا يكمل اذا الاقدمية طيب يا اخي بس هذا اقدم يحتاج يستحق فلوس زيادة مرة ثانية اعطوه فلوس زيادة طيب يا اخي ما يصير نفس المسمى سموه مسمى زيادة اذا خلونا نفصل بين امرين بين الهيكل المالي للموظفين والهيكل الوظيفي للموظفين ها فاللي عنده شهادة زيادة نعطيه فلوس زيادة اللي عنده خدمة زيادة نعطيه فلوس زيادة ونعطيه شوية مسميات عشان نبسطهم لكن في الترقي لا تجعلوها هيكلا واحدا افصلوها والله بس لو طبقتوا هذه بس تكفي هذه تكفي هذه لنهاية الدورة بس طبقوا هذه شوفوا ايش حيصير معكم فلا تربطوا هذا الربط الامر الرابع لا تربطوا بين القيادة والسن لا تربطوا بين القيادة والسن عندي ابحاث اخرى منها بحث عن طرق التوظيف وعلاقتها بالنجاح الوظيفي اعيد هناك ارتباط بين طرق التوظيف وما مدى النجاح الوظيفي اكتبوا معي هذه الارقام لو سمحتوها في شي عندنا في العلم نسميه اي درجة الارتباط درجة الارتباط انا لن نعقدها عليكم سأبسطها جدا خلونا نكتب مع بعض من صفر الى point two 2 من 10 يسمى الارتباط ضعيف من point two الى point five من 2 من 10 الى خمسة من 10 يعتبر ارتباط متوسط من point five الى one من 5 من 10 الى واحد وهي اعلى درجة في الارتباط يعتبر ارتباط عالي جدا خمسة من عشرة يعتبر عالي جدا لان مثلا ثمانية من عشرة نادر اما واحد فشبه مستحيل شنو نقصد بدرجة الارتباط فكروا معي لو قلت الرجال الطوال خطوتهم طويلة وين تعطوها درجة الرجال الطوال خطوتهم طويلة الارتباط عالي واضح جدا ليس معناها مئة بالمئة لكن الارتباط عالي طيب ما راح ادخل في كل تفاصيل لان عندنا دراسات لتعشر نوع من التوظيف طرق التوظيف وما مدى ارتباطها بالنجاح الوظيفي اعطيكم بعض النتائج بسرعة الارتباط بين المقابلة الشخصية وانتوا تسووا مقابلات لما توظفوا والنجاح الوظيفي هو 0.32 فاصلة ثلاثة فاصلة ثلاثين اذا الارتباط يعتبر وصل هو ليس ارتباط جيد وبالتالي اسمعوا لا تقولوا ما احد قال لنا المقابلات ليست طريقة فعالة للتوظيف بينما في شيء سموه المقابلات الممنهجة مش المقابلات اللي الناس قاعد تعملها وانما لها منهجية وخطوات وطريقة محددة فالارتباط 0.51 فاصلة خمسة واحد اذا الارتباط عالي اذا اعملوا مقابلات بس دربوا الناس اللي هيعملوا المقابلات على المقابلة المنهجية مش اي واحد يروح يزووا مقابلة من رأسه وهذا مصيبة طيب الارتباط بين العمر وهذا حديثنا والنجاح الوظيفي كم تتوقع ساعين انسان بسبب عمره او سارفضه بسبب عمره كم الارتباط 0.02 ناقص فاصلة صفر اثنين يعني صفر تقريبا صفر اذا ما في ارتباط لا تعينوا انسان بسبب عمره لا ترفضوا انسان بسبب عمره عرفتوا على فكرة الارتباط بين اختبارات الذكاء الايكيو والنجاح الوظيفي هو 0.51 اختبارات الذكاء والنجاح الوظيفي فاصلة 5.1 فارتباط عالي في استعمال الايكيو افضل من المقابلات الشخصية التقليدية طبعا الايكيو هنا نتكلم عن الوظائف والمناصب المعقدة يعني سكرتير وكذا ما تسول الايكيو بس نتكلم عن مناصب ووظائف معقدة عندها الايكيو احسن من المقابلات لكن الان اليوم العلم يثبت لنا ما فعله صلى الله عليه وسلم عندما عين اسامة بن زيد رضي الله عنه قائدا للجيش ولم ينظر الى اعتبار العمر العلم يثبتها اليوم ما في ربط بالعمر لا تعينوا لا ترفضوا بسبب العمر ما في ارتباط الرسول عليه وسلم اختار اسامة بن زيد وكان عمره 17 ونص هناك روايات تقول 14-15 هذا غير صحيح وفي رواية حسنة تقول 20 سنة لكن رواية الاصح هي بين 17-18 سنة فاعترض بعض الصحابة ما مرت بسلام هذه المسألة تعرفون من اللي اعترض عمر بن الخطاب رضي الله عننا اعترض اعتراض صريح فقال امر علينا صبيا فوصل هذا الاعتراض الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في اخر ثلاث ايام من حياته عليه افضل الصلاة والسلام فخطب في خطبة الاخيرة في خطبة من الخطب تكلم عن امور كثيرة منها هذه المسألة فقال وتطعنون في امرة اسامة فوالله فوالله انه لخليق بالامارة كما كان ابوه خليقا له وفي الحديث اشارة الى امره الامر الاول هو هذا لا تربط بين القيادة والعمر والامر الثاني ان اسامة بن زيد وابوه زيد كلاهما قائد بالفطرة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم خليق بالامارة خلق لها ففيه اثبات ان هناك شيء اسم قيادة بالفطرة والحديث هذا يعطينا نموذجين اسامة وزيد كلاهما قائد بالفطرة اذا لا تربطوا بين القيادة والعمر لا تربطوا بين القيادة والجنس هل المرأة اقدر على القيادة ام الرجل والجواب على هذا اذا ردت مرجع تفصيلي فيه كتبته في كتابي صناعة القائد في فصل اسمه المرأة القيادية الفروق بين الرجل والمرأة في القيادة بالتفصيل وبالادلة وبالارقام